اشتركوا في القناة صحة وسعادة ونقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي نستهل حلقتنا اليوم مستمعين بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة أفراح المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الثامن والثمانين الذي يصادف اليوم طبعا هناك العديد من الفعاليات والأنشطة العلاقات ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي علاقات متجذرة وقائمة على أسس متينة وتربط هذه الدولتين روابط أخوية متجذرة وقائمة على حب الشعبين الشقيقين لبعضهم البعض يعني إذا ما نتحدث عن هذه العلاقة فهي علاقة فريدة من نوعها علاقة مصير واحد علاقة دولتين يعني يسعون دائما بقيادتهم الرشيدة إلى الخير إلى الرخاء إلى التطور فنقول يعني في هذه المناسبة كل عام وشعب المملكة العربية السعودية وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك بألف خير والله يدوم علينا إن شاء الله هذه المحبة وهذه الأخوة وهذه الأفراح إن شاء الله والمصير واحد ومعا دائما إلى الأبد فألف مبارك على الشعبين الشقيقين وعلى يعني شعوب دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا شعوب العربية والإسلامية اللهم احفظ المملكة بحفظك واحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة واحفظ هذه القيادة الرشيدة التي أنعمت بها علينا يا رب قيادة يعني نحسد عليها حقيقة فكل عام وانتوا بخير طيب أرقام التواصل معنا مستمعين على 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 قبل أن نأخذكم في دراستنا اليوم خلونا بس نذهب إلى الزميل يوسف سعد موجود معنا في أحد الفعاليات التي تقام حاليا خاصة بهاية الصحة يوسف صبحك الله بالخير وخبرنا شو الجديد عندك صباح الخير محمود صباح الخير أعزائي المستمعين والمتابعين لبرنامج صحة وسعادة محمود أنا متواجد حاليا في أبراج الإمارات وبالتحديد في مركز الشباب حيث جرت قبل قليل توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومجموعة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في مقدمتها هيئة الصحة بدبي موضوع الاتفاقية أو المذاكرات التفاهم محمود بتحمل توجهات جديدة وطفرة مهمة وتحول مهمة في تنمية الموارد البشرية في دبي المذاكرة أو مجموعة مذاكرات التفاهم أو بالتحديد التي تخصها هيئة الصحة بدبي بتنص على فتح باب المجال أمام الكوادر البشرية فيهائة الصحة بدبي للتدريب والتنمية واكتساب الخبرات عن طريق هذه المذاكرة ومن خلال معد دبي للتنمية وتطوير الموارد البشرية المذاكرة أيضا محمود التي توقعها مع ليحمد محمد القطامي المدير العام هيئة الصحة بدبي مع سعادة عبدالله الفلاسي المدير العام لدائرة المؤرد البشرية في حكومة دبي تنص أيضا على شيء بالغ الأهمية وهو يفتح المجال أمام تدوير الخبرات المواطمة بين هيئة الصحة والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة التي وقعت معها دائرة الموارد البشرية بمعنى أوضح أن الهيئة الآن يمكن للهيئة استقبال طلبات من مؤسسات خاصة أو دوائر حكومية في حكومة دبي لتدريب كوادرها في الهيئة على فنون عمل إدارية معينة وفي مقابل أن يفتح المجال لكوادر هيئة الصحة بدبي للتدريب وهذا التدريب بعيد كل البعد محمود عن النمطية وعن الأشكال المألوفة لأنه التدريب يركز على الحضور في مواقع العمل يعني أن هذه الصحة بدبي حين تستقبل مجموعة من الكوادر البشرية أي أن كانت في دائرة حكومية في دبي أو مؤسسة خاصة فيتم التدريب ومن هنا يتم تبادل الخبرات بين الموظفين ونقل المعرفة واكتساب معارات وخبرات جديدة لكل كادر البشري يتم تدريبه سواء الهيئة تقبلته أو الهيئة أوفدته إلى دائرة حكومية أو مؤسسة خاصة الجميل في المذاكرات التفاهم بشكل عام أنها فتحت المجال لتقديم نموذج جديد ومهم للشراكة بين القطعين الحكومي والخاص في دبي لتبادل هذه الصبرات ونقل المعرفة عن طريق تبادل تدريب القيادات وموظف الصفوف هناك نقطة مهمة في مذاكرات التفاهم التي وقعت عليها الصحة بدبي أن المعنيين بالتدريب وتنمية المهارات وفقا لهذه المذاكرة هم جميع الموظفي الهيئة الذين يسمون الصف الأمامي موظفي الاستقبال والتسجيل في مستشفات ومراكز الهيئة والهيئة هنا محمود تركز على تنمية مهارات هؤلاء الموظفين على وجه التحديد لأنهم هم أول من يستقبل المتعاملين الذين قصدون منشآت هي الصحة في دبي للعلاق أو للرعاية أو للوقاية صحيح إذن هي مذاكرة تفاهم مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية صحح بس المذاكرة تفاهم موقع بين هيئة الصحة في دبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي دائرة الموارد البشرية يعني دبي يعني معالي حميد القطاع وموقع للتفاهم عن الهيئة واضح يوسف وسعادة عبدالله الفلاسي عن مدير عام الدائرة عن الدائرة عبدالله عبدالله الفلاسي إذن هي عملية تدوير الخبرات المواطنة بين الدوار الحكومية زين وتدريب موظفي الصف الأمامي في هذه المنشآت إذن نتمنى إن شاء الله تكون نتائج هذه الاتفاقية نتائج قوية إن شاء الله وكيد هي لها نتائج إيجابية بطبيعة الحال شكرا لك يا يوسف شكرا جزيلا كان معنا يوسف سعد زميلنا من مركز الشباب في أبراج الإمارات ونقل لنا تفاصيل توقيع هذه المذكرة طيب نحن نطلع فاصل ونشوف بعد الفاصل إن شاء الله نتكلم عن موضوع مهمة نتمنى تفاعلكم معانا مستمعين لأن الموضوع كان فيه جدل كبير حوله في الأيام القليلة الماضية ولكن نحن نتكلم عن سرطان عنق الرحم هذا اللي يعتبر ثاني أكبر أنواع السرطانات انتشارا والسبب الثالث للوفايات لدى النساء على مستوى العالم هذا الكلام مو بكلامي أنا هذا كلام منظمة الصحة العالمية تفاصيل هذا الموضوع مناخذه بعد الفاصل فابقوا معنا وأيضا نطالبكم بالمشاركة بهذه الحلقة قدر الإمكان اللي يسمعنا خاصة الحريم هذا وقت الحريم اللي ياسات في البيت ممكن يسمعونه أو اللي متوجهات إلى السوق يسيرون السوق بيشرون سمات لحام بيطبخون بترد البيت شو بتاكل؟ بتاكل مطعم ولا شيء؟ لا عموما فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعيني الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج التي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 وموجودين معاكم لايف عبر حساب نور دبي على الإنستجرام موضوعنا القادم مثل ما قلناكم قبل الفاصل أن هذا الموضوع يعد ثاني أكثر أنواع السرطانات انتشارا والسبب الثالث للوفايات لدى النساء على مستوى العالم هذا الكلام وفق لمنظمة الصحة العالمية موضوعنا سرطان عنق الرحم هذا الأمر ليتطلب تكاتف الجهود المشتركة لرفع الوعي والتثقيف الصحي بأهمية الوقاية من المرض وتفادي مضاعفاته السلبية أنا ضيوفي في هذه الحلقة عندي في الستوديو دكتورة لما خالد استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفة بيو ولكن معاي عبر الهاتف الدكتورة مونة تهلك المدير التنفيذي لمستشفة لطيفة صبحت الله بالخير دكتورة مونة وصباح الخير دكتورة لمة صبحت الله بالنور والثرور دكتورة يعني سامحيني نحن ما مناخذ من وقتك وايد أدري مشاغل كثيرة عندك ولكن لأهمية الموضوع هذا وأهمية تتقيف الناس بهذا الموضوع خاصة بعد يعني أحيان تتسبب بعض الرسائل الخاطئة بإيجاد بعض المفاهيم اللي قد تضر الناس حقيقة بشكل أو بآخر حول مرض من الأمراض اليوم سرطان عنق الرحم في مستشفة لطيفة تعدكم الكثير من الفعاليات اللي تقومون فيها في هذا المجال في توعية النساء بهذا الموضوع أنا أبغي أتكلم في البداية عن هذا النوع من السرطانات ما هو سرطان عنق الرحم بشكل عام وما هي أسباب المرض اللي ممكن أن تؤدي لمثل هذه الأمراض في البداية أحب أشكر كأخو المحمود على هاي المتصال الفعل صح بالفترة اللي طافت يمكن صار ويت كلام خاصة بعد التطييم اللي عن وزارة الصحة كانت تطبق سرطان عنق الرحم هو من اسمه يصيب الجزء التفلي من الرحم اللي هو عنق الرحم نعم والسبب جداً معروف يعني على عكس السرطانات الثانية اللي دائماً مثلاً يقول لك ما نعرف شو السبب يمكن هذا يمكن هذا السبب في سرطان عنق الرحم هو فيروس اسمه الهيومن تاكلوما فيروس هذا الفيروس هو اللي يسبب جميل طيب هذا السبب الرئيسي للمرض دكتور في أسباب أخرى ولا بس هو هذا الفيروس يعني تقدر تقول 90% هذا السبب طيب مدام أن الفيروس معروف اللي يسبب المرض هذا دكتور نحن نمغي نتكلم يعني طرق الوقاية من هذا المرض شو هي طرق الوقاية بالضبط يوم احنا عرفنا السبب ولأنه فيروس قدرنا اليوم نسوي تطعيم ضد هالفيروس جميل فبالتالي هاي أفضل وقاية لأنه محمود انت عارف مثلاً كثير من الأمراض اللي كانت موجودة في السابق اختفت وسبت تطعيمات صحيح صحيح فهو وقاية فعالة وبالفعل تقي من يمكن 85% من الإفاضة الطريقة الثانية طبعاً اللي هي لازم بعد خاصة المتزوجات أن تروح في الفحص الدوري على الخلايا اللي تكون موجودة على العنق الرحم تفحص باستمرار بين فترة وفترة تتأكد أنه ما شيء تغيرات أو خلايا سرطانية أو مرضة سرطانية طيب دكتورة في مستشفى لطيفة شو الجهود اللي انتوا تقدمونها في هذا المجال احنا طبعاً يوم التين المرأة يعني حق أي شيء مثلاً لو عندها مشراكة ثانية دائماً نسوي الفحصات اللي هي مسحة عنق الرحم ممتاز كوقاية فهي دائماً نقول لها أو حتى أنه في العيادات الخارجية دائماً هذا موجود يعني في مثل ما دول هاي السكرينينج أو الوقاية المبكرة جميل نزيل فهذا شيء وطبعاً غير التوعية وغيرها الأمور وعن في هيئة الصحة في دبيت من تقريباً سنتين يمكن طبقنا أن البنات اللي يعني مقبلة على الزواج ممكن تاخذ حتى هالتطعيم قبل الزواج ممتاز ممتاز جداً نحن دكتورة قبل أن نختم معاتي اللقاء وأدري نحن بس خذنا وقت تش يعني شوية لكن ما نكمل طبعاً كل المعلومات الخاصة عن هذا الموضوع مع دكتورة لما لكن أبغي أعرف إذا كلمة أخيرة تبغي أن توجهينها للمجتمع حول هذه القضية اللي أثيرت مؤخراً طبعاً أنا أحس يعني قرار الوزارة قرار صائب جداً ومفروض أن يعني نستفيد إحنا سبحان الله من هالتطعيم ومثل التطعيمات الباقية اللي يأخذونها مثلاً الأطفال نبدأ يعني نعطيهم هالتطعيم إن شاء الله إن شاء الله تعالى نحن شكري لك دكتورة مونة تهلك المدير التنفيذي لمستشفى اللطيفة ونتمنى لكم التوفيق طيب دكتورة لما خالد الآن دكتورة مونة طرحت العديد من المواضيع وحطت الإجابات ولكن أنا بأخذ تفاصيل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع خلينا نتكلم عن أعراض المرض ومتى تبدأ بالظهور على المرأة بسم الله الرحمن الرحيم الآن اللي الضروري لازم نعرفه إنه فيروس الهيومن بابلوما فيروس اسمه بالعربي فيروس الورم الحليمي البشري للناس اللي بيستعمل له مصطلحات عربية مشكلته هذا الفيروس إنه بينمو على مدار سنين طويلة يعني ممكن يأخذ عشرة لعشرين سنة لما تطلع الأعراض تبعة السرطان هاي المشكلة بالفيروس فإحنا إذا كان في بداية تغيرات الخلايا ممكن الست ما عندها أي أعراض ما فيه أعراض تشكي منها مشان هيك إحنا منحكي عن السكرينيك اللي هو الفحص الدوري ومنحكي عن الوقاية لأنه أكيد دائماً الوقاية خير منها هذه مسألة خطيرة جداً عشان هيك الموضوع كتير مهم أنا إذا فيه مرض معين عارفه سببه بأكتر من تسعين وفيه دراسات بتقول حتى تسعة وتسعين بالمئة من سرطان عنق الرحم السبب المباشر إليه اللي منسميه HPV خلينا نتعرف عليه أنه اسمه HPV عشان ما كتبراً نعيد الاسم الطويل فإذا من تسعين إلى تسعة وتسعين بالمئة من أسباب سرطان عنق الرحم هو هذا الفيروس أستنى لما يصير عندي أنا المرض ولا أقول لا يا جماعة أكيد فيه وسيلة للوقاية أكيد فيه وسيلة للكشف المبكر عشان أتفادة النتائج المتأخرة للمرض الفيروس كيف يصيب المرأة؟ من شو بالضبط؟ هلأ السبب الرئيسي والوسيلة الأساسية لانتشار الفيروس هي العلاقة الزوجية عشان هيك إحنا دائماً بيكون تركيزنا على طبقة معينة من البنات من المجتمع اللي هما البنات عشان هيك التطعيمات لما بننجي نحكي عن التطعيم إلى فئة معينة للبنات من قبل الزواج لأنه إحنا عم نحضر يعني أنا عم بعطي وقاية لأنه الفيروس بياخد وقت لما يبدأ يعمل أعراض زي ما قلت لك وأحياناً إذا بده يكون فيه أعراض في حالات معينة فيها أعراض وبتكون أعراض ممكن تختلط مع أمور تانية طبية مثل مازالاً نزيف غير منتظم إفرازات نسائية ما نعرف السبب إلها وأحياناً قليلة في المراحل المبكرة ممكن تكون ألام في الحوض طيب الحين أنا السؤال اللي في بالي دكتورانتو متى تعطون متى العمر المناسب هذا لهذا التطعيم واللوقاية من هذا المرض وأيضاً للي يعني تجاوزت هذا العمر هل تأخذ التطعيم ولا ما تأخذه يعني واحد أسألة دور في بالي حول هذا الموضوع أكيد هلأ بالنسبة لكل الدراسات العالمية حتى ومنظمات الصحة العالمية اللي هي الفئة العمرية هي من تسع سنوات عند بناتنا لين وستة وعشرين سنة لين ستة وعشرين سنة من تسعة لين ستة وعشرين حتقولي بعد الستة وعشرين حقولك بعد الستة وعشرين لدينا الفحص الدوري لمسحة عنق الرحم اللي هي زي ما قالت الدكتورة مونة إحنا كل مريضة بتجي لعننا على العيادة حتى لو عندها أعراض ما يخصها بالحوض ولا بعنق الرحم ولا غيرها هذا دورنا إنه إحنا نعمل المسحة كإجراء روتيني منها أنا بكون عملت واجبي أني أنا عملت سكرينينج لهاي المريضة أنه ما في أي بداية تغيرات بخلايا عنق الرحم ثانياً لو لا سمح الله في بداية تغيرات أنا ممكن بالنتيجة أكون الخطوة الثانية ما نستنى لما بعد الشر المرض يكون واضح وظاهر إن شاء الله طيب أنا بس بذكر بأرقام التواصل معنا وبستكمل معاتي الحوار هذا دكتورة لما خالد بعد الفاصل إن شاء الله ولكن أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة موضوعنا الرئيس اليوم سرطان عنق الرحم هذا الموضوع اللي كان يعني مثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأسف بشكل ما كان صحيح وكان فيه تجني كبير على التطعيمات التي يعني قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة بإضافة هذا التطعيم ضمن سلسلة التطعيمات التي ينصح بأخذها في يعني العمر مبكرا لتفادي الكثير من الأمراض فاصل وبعد الفاصل نتواصل معكم ونستقبل اتصالاتكم كذلك صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعيني الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أنا بحاولة اختصر قدر الإمكان لأن هناك كثير من الأسئلة والكثير من المداخلات حول موضوع سرطان وعنق الرحم ثاني أكثر أنواع السرطانات انتشارا والسبب الثالث للوفايات لدى النساء على مستوى العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية أرقام التواصل معانا 600551414 أو عن طريق الرسال نصي على 4006 وناخذ مداخلة دكتورة قبل ما نبتدي معاك دكتورة لما خالد استشاني أمراض النساء والولادة من سوى دبي صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير السلام عليكم يا هلا يا مرحبا سعيد بياك سعيد فضل يا سعيد أدام فضلك مشكوري على برامتكم وماجورين إن شاء الله زاك الله خير سؤالك سعيد أسمحي إن شاء الله على ما سلمك يعني أقترح على وزارة الصحة أو هيئة الصحة أي يعني وزارة أو هيئة مختصة بالتطعيمات يعني حب ذا لو يكون في تنسيق بينهم بين آآ محاكم الدبي أو المحاكم بشكل عام نعم من ناجئ آآ في حالة تحرير عقد الزواج زين يعني يكون إجباري يعني مثلا حين المحروف أنه ما يتم عقد الزواج أو عقد القرانة اللي هو الكتاب إلا بعد الصحة الطبية صحيح طرفين زين ليش ما تكون الفحوصات الطبية أو التطعيمات آآ عفوا التطعيمات تكون إجبارية طيب حتى بعد الزواج أو قبل الزواج يعني المفروض الواحد يعني حسب الفترة أنا ما أعرف كم كل سنة سنتين ثلاث المفروض يعني بعد ما تنتهي المدة يكون إجباري يعني توقف معاملات الشخص في كل مكان ما يمشل أي معاملة بعد إلا بعد الشوم ما يأخذ التطعيمات اللازمة أو الفحوصات واضح يا سعيد واضح إزاكم الله خير واضح إزاكم الله خير المصرح العامة شكرا لك إذن يمكن دكتورة موضوع إلزامية التطعيمات نحن يعني ما عندنا أي تطعيم إلزامي أو إجباري عفوا ولكن إلزامية توفير هذه التطعيمات مجاني بشكل مجاني على مزودي الخدمات الصحية هذه توجه بها حكومة دولة الإمارات يعني في النهاية إذا أنت ما بتسحب عيالك ولا ما بتيبهم أن يطاعمون أنا ما أقدر أركض وراك بعصة أقول لك تعال صحيح بالأرقام بالأدلة يعني ما أدري ليش بين فترة وفترة لازم يطلع لنا شخص يسبب لنا مثل أزمة في المجتمع بتصدير مثل هذه الأمور هذا واحد الثانيين دكتورة نرجع لموضوعنا الرئيسي هل معنى كلامة الدكتورة أنه بعد 26 سنة ما في فايدة من أخذ التطعيمات مثل ما أنت ذكرت أنه ما بين 12 سنة إلى 26 سنة من 9 سنوات حي لأنه إلزامية بقائمة التطعيمات اللي هي هتكون إلزامية أو ببرة طبعا هما بيطبقوها من 9 إلى 26 ليش بعد 26 لأنه أنا عندي طريقة سهلة ومفيدة ونتائجة واضحة اللي هي مسحة عنق الرحم اللي بنسميها بابسمير أغلب بناتنا تقريبا إحنا اللي بنشوفهم عندهم ثقافة عن إنه شو هي مسحة عنق الرحم أو ستاتنا يعني ما مثل السنين الزمان اللي كنا بنقول لسه عنا حملات توعية عن المرض الفلاني والمرض الفلاني الحين عنا حملات توعية عن مسحة عنق الرحم مسحة عنق الرحم ما بس أنا بسوي مسحة عنق الرحم وبسير لا هي كتير مهمة مسحة عنق الرحم لازم تعملها أي سيدة كل ثلاث سنوات لين عمر الستين وفي ناس بقولوا لين عمر الخمسة وستين سنة منها اتمئنان دوري كل ثلاث سنوات في حال المسحة طبيعية ونقول الحمد لله ولو لا سمح الله في بداية أي تغيرات ترى السرطان ما بيكون اليوم أنا سليمة بكرة عندي أنا سرطان متفشي خاصة سرطان عنق الرحم فبيبدأ بتغير معين بخلايا عنق الرحم اللي هي إحنا بناخد المسحة بنحضرها بطريقة معينة وبنبعدها إلى مختبر الفحص الأنسجة وبنستنى التقرير تقرير بيّن لي أنه كل خلايا عنق الرحم سليمة يبقى لست حتعيد المسحة كل ثلاث سنوات في بداية تغيرات في إجراءات ممكن تنعمل عشان نمنع السرطان يعني مثلا لو بداية تغيرات الخلايا بعنق الرحم أنا عندي علاج له عندي استقصال لجزء معين من عنق الرحم وهذا بيحمل سيدة من سرطان عنق الرحم بأكتر من 80 أو 85% فإجراء بسيط بيوفر علي كتير متاعب في المستقبل في حال أنه تم إهماله المشكلة هي تكمن في الوعي دكتور هي الوعي أحمد شوف لي حميد يقول ممكن مشاركة المشاركة في برنامج الصحة حياك الله ناخذ مكالمة دكتورة لأنه نحاول نعطي أكبر مجال لأنه عندي أسئلة ولكن بأخلي الجمهور هم اللي يوجهون هذه الأسئلة لأنه موضوع يهمهم أكتر يا هلا سعاو عليكم سباحكم الله بالخير بالنور والسرور اختصر لي الله يخليك عشان بس نعطي أكبر قدر للمعلومات اللي ممكن نروجها من خلال هذا البرنامج تفضل يا سيدي ما تعرفنا عليك تامر معك تامر من كابتن تامر تفضل يا تامر تفضل عزيزي هذه الفضل اللي كنت عايزة للدكتورة ما هو تأثير مادة الألمنيوم داخل الجسم لما هذه المادة تدخل في الجسم للأطفال أو للسيدات شكرا جزيلا كيف ممكن تدخل المادة هذه دكتورة صح موضوع برع يمكن عن طريق الأكل مثلا لا أخد التفاصيل أصدق بالضبط في مادة الألمنيوم ممكن تدخل في جسم الإنسان لازم عن طرق معينة بس ما روتين أنه أنا ممكن يكون عندي ألمنيوم زايد بالجسد طيب أوكي نرجع لموضوعنا دكتورة طيب بالنسبة لي يعني أهمية وفعالية اللقاحات الخاصة بهذا المرض حتى تكلم كان يقول يعني هذه أول أول شغلة يتكلمون فيها عن التطعيمات هذه ترويج لشركات الأدوية وشسمة يحاولون ينشرون الأمراض بالنسبة في الناس ويعني شغلات الواحد يستغرب أنه تطلع حتى أحيانا من الناس المفروض أنه أكاديميين من ناس لهم حتى مجال في الطب بشكل أو بآخر فالشخص اللي يتكلم اللي يقول أنه ممكن تكون هذه البحوث غير حقيقية وما تمولها إلا شركات الأدوية مثلاً لتحقيق أرباح معينة هل هذا الكلام سليم خاصة وأن منظمة الصحة العالمية وهي جهة يعني معروفة بمصداقيتها لأنه ما تقدر أنه كنت تقول الأرقام اللي تصدرها للمنظمة خاطئة خاصة في موضوع الشفافي في عملية طرح هذه الأرقام هل هذا اللقاح له مضاعفات دكتورة ممكن تكون على المدى البعيد ممكن تسبب أمراض أخرى حد من الناس قالوا ممكن تسبب أمراض سرطانات أخرى حتى إذا الواحد خذها هل هذا الكلام سليم؟ بالنسبة للتطعيم الـ HPV اللي هو سرطان عنق الرحم على مدى الدراسات بالسنوات الماضية كلها أثبت أنه إلها أعراض جانبية قليلة اللي هي زي أي تطعيم ممكن يعمل شوية حرارة ووجع بالجسم ضعف إحمرار مكان الإبر هاي الأمور العادية المتوقعة بعد أي تطعيم بس أنا دائماً بقارن شو الفوائد اللي أنا بستفيدة من هالتطعيم وشو الأشياء اللي ممكن يضرني التطعيم فيها لازم نتذكر أنه التطعيم ما عشان يمنع التهابات ولا عشان يمنع رشح ولا يمنع شي خفيف أنا عم بحكي عن تطعيم بيمنع سرطان يعني مرض جدي خبيث ممكن إحنا كل ياتنا لازم نكون عنا وعي كافي إلى مو أنه ولا تطعيم مع الرشح ولا زكام ولا غيرها فالموضوع بالنسبة لتطعيم سرطان عنق الرحم مهم كتير إحنا لازم نعرف شغلة كتير مهمة أنه الـ HPV فيروس هاي دي زي ما منقول عائلة كبيرة من الفيروس ومنها أنواع معروفة وأغلبها يمكن ما معروفة لأن الحين يمكن أكتر من 100 ولا 150 نوع بس من هذا الفيروس تم اكتشافه يمكن بالسنوات الجاية يكتشفون أكتر من هاي الأنواع بس الحلو في الموضوع أنه فيه تقسيم لأنواع اللي ممكن تسبب سرطان ممكن أنواع الـ HPV بيعمل سرطان يعني فيه أنواع معينة سبتوها 15 نوع بالدراسات الماضية هاي اللي بتعمل من سميها هاي ريسك يعني عالية الخطورة هاي اللي احنا منركز عليها فيه عنا جزء تاني اللي هو متوسط الخطورة أو عنا منخفض الخطورة فينا أنا بتكلم عن تباصيل هذا الموضوع بس خلني أخذ هذه المداخلة نتعرف عليك وعطنا سؤالك على السريع سيدي تامر معاك من عاسس الخط أظن قطع من عندي العفو منك يا دكتورة يمكن ما كملت مادة الألمنيوم تدخل فيها الجسم عن طريقة بعض التطعيمات وهي تطعيمات معروفة عالميا فمادة الألمنيوم هذه نريد أن نعرف ما هي مضرها للجسم أو نفعها لو في لها نفع وشكراً طيب شكراً لك يا تامر ها دكتورة هلأ بالنسبة للتطعيم اللي احنا عم نحكي عنه اليوم لسرطان وعنق الرحم ما ورد بالدراسات أنه ممكن يكون معه نسبة ألمنيوم زايدة وتعمل آثار جانبية بالجسم لحد الآن طيب فيه تطعيمات ثانية ممكن تكون فيها أكيد فيه تطعيمات ثانية بس أكيد ما بهذا المجال جميل طيب ناخذ مكالمة أخرى تعرف عليك يا هلا ألو السلام عليكم يا هلا تفضل معك حميد عندي سؤال وسمحت بخصوص التطعيمات بشكل عام والتطعيمات صد عنق الرحم بشكل خاص أنا من فترة شفت مقارنة في برنامج أمريكي عن الأطفال اللي هم خذوا التطعيمات والأطفال اللي ما خذوا التطعيمات لقوا أن الأطفال اللي ما خذوا التطعيمات عايشين حياة صحية أحلى من الأطفال اللي ما خذوا التطعيمات هذه وحدة بخصوص السرطان عنق الرحم سمعنا من فترة أن كمية لا يستهان بها من النساء التطعيم أصيبوا بالسرطان بمعنى من التطعيم أو من غير التطعيم العموم إذا هو من مصدر غير التطعيم إذن التطعيم ما فادهم في شيء الشيء الثالث اللي أنا بنوه عليه أنت قلت كلمة قلت أن يطلعون لنا ناس يقولون عن أن التطعيمات هذه مضرة أعتقد أن في الأون الأخير سمعنا أو قرينا التويتر ما الدكتورة موز أنا ما بغير ذكر أسامي لو سمحت معروف هذا شيء معروف يعني ناقش الموضوع بحرفية أن دكتورة تتكلم بهذا الموضوع دكتورة مواطنة خدمت في أنا ما بغي ما بغي أذكر أسامي بس أنا بقول لك شغلة لا لا ما علي هو معروف لكن أنا ما حب أطرح أي اسم في هذا الموضوع لا أسامي شركات لا أسامي كذا دكتورة قالت بغض النظر عن من كانت بس دكتورة معروفة واضح سؤال واضح سؤال أننا قالت كلاما مكبير أتمنى أن نتردون عليها إذا هو كلاما خطأ وشكرا شكرا جزيلا أنا اسمحي دكتورة بس في أكثر من نقطة ذكرها سلطان كان اسمها سلطان أظنني أحمد حمد والله ما أدري شو يقول لي أحمد تتكلم في السماعة أحمد ما أسمعك عموما ذكر أكثر من نقطة دكتورة النقطة الأولى بالنسبة للتطعيمات أنا برجع على مدار التاريخ أنا أتكلم على مسألة يا جماعة الخير كيف أمراض أمراض يعني الدكتورة كانت تفتك بملايين البشر نزيل اختفت اللهم لك الحمد باكتشاف التطعيم هذه رحمة من عند رب العالمين الآن حد من الناس دكتورة وفي الفترة الأخيرة تم الترويج كذلك لبعض المواضيع الخاصة أن الواحد إذا عاش من غير التطعيم زين الطفل يطلع بشكل أفضل وبشكل أحسن وبشكل أقوى أنا بترك المجال لتشنتي بما أنت شنتي طبيبة وأنت أكثر دراية مني في هذا الموضوع لك أنا أبغي يعني نعرف موضوع التطعيم هو عبارة عن إيش خلينا أقول لك في البداية لما يكون عندي أنا موضوع جديد على مجتمعنا بصورة عامة لازم نكون قابل للنقاش فحنسمع الطرفين المؤيد والرافض للفكرة تطعيمات دكتورة من زمان نحن 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 تطعيمات من يوم نحن صغار مزبوط بس لسه في تطعيمات اللي هي اختيارية ما أنا ملزمة فيها أعضاء المجتمع هلأ الموضوع بالنسبة لنا اختلف شوي فما بغلط إنه إحنا نشرح ونوعي ونعمل حملات الفضل بس لأنا عندي عندي أربع دقائق وخمس دقائق هلأ أنا بهمنا نقول هلأ أنا عندي تطعيم ويمنع سرطان أخذ التطعيم ولا لا ولا بس أعمل فحص أو أستنى لما أشوف أنا بعد أربعين ولا خمسين سنة من العمر يمكن يصيبني سرطان عنق الرحم هاي واحد الشغل اللي كتير مهم إنه السرطان لما يكون في بداية تشخيصه ممكن نسبة العلاج منه ولا الشفاء منه أكتر من تسعين بالمية فإحنا لازم نلزم بناتنا بإما التطعيم أو عندي وسيلة تانية اللي هي بتخفف علينا أعباء المرض من جميع النواحي جسمية ونفسية وعلاجية ومادية وكلها اللي هي مسحة عنق الرحم فعندي أشياء أنا بالعائل لازم آخذها متطلبات وموجودة ومتوفرة بكل عيادة خارجية في دوباي بهيئة الصحة على امتداد كل 14 أو 15 مركز صحي تابع للمستشفيات الرئيسية زائد مستشفى لطيفة ومستشفى دوباي فإحنا بالنسبة لنا بنأيد القرار طبعا كتير اللي طلع ومبسوطين أنه طلع هيك قرار لأنه إحنا عارفين شو التداعيات لهذا المرض في حال حد من بناتنا أو من بنات المجتمع بده يصيبه الفيروس جميل والحين الكلام هذا يصدر من جهات حكومية يعني مطلعة على أرقام ودراسات عالمية وقادرة على تحليل البيانات بشكل سليم أنت لك الخيار تبغي تاخذ بمثل هذه الدراسات ومثل هذه القرارات اللي في النهاية ما أعتقد أنه راح تصب في مصلحة ما راح تصب إلا في مصلحة الجمهور أو أنك تبغي تسمع كلام سوري يعني تويتر وإنستجرام وكذا قرار لك يعني ما أحد سمونا كانت الجدلية القائمة حاول هل هي ليش هي إلزامية ولا لا نحن قلنا إلزامية مزودي الخدمات ولكن يعني حرام حرام إذا فيه العلاج موجود الواحد ما يأخذه هذا اللي نتكلم عنه الجدل كان حاول أنه هل المتزوجة تأخذه ولا البنت اللي بعدها ما تزوجة تأخذه الجدل الآخر كان حاول أنه طبيعة مجتمعاتنا الإسلامية محافظة وما ما في عندها دكتورة مثل الأمور الثانية اللي ممكن تصيح في الغرب الغرب صحيح لكن في النهاية هذا مرض وفيروس موجود صحيح صحيح وفي تطعيم له فأنا استغرب إذا تطلع بعض الأصوات تقول لا مثل هذه التطعيمات لا بالنسبة للبرامج الأخرى دكتورة أو الأمور الأخرى اللي يروج لها بأن التطعيمات قد تسبب ضعف صحي عنده اللي بيأخذه لحنا نتكلم أن الصحة هي دكتورة يعني مو بشغلة بس أنا بأخذ تطعيم لا بألعب رياضة لا بمارس بعض الممارسات الصحية لا بأكر الشكل الصحي هذا مو معناة التطعيم بعالجا من هذه الأمور كلها لا عندك أمور أخرى لازم أن تتساهم فيها عشان هيك إحنا منقول الإصابة بسرطان عنق الرحم إلها برضو ريسك فاكتور غير إنه بس الفيروس يعني مثلا عندي التدخين معروف إنه التدخين بزيد نسبة إصابة سرطان عنق الرحم 2-2-3 أضعاف مثلا عندي الستات اللي عندهم منعة قليلة طبيعي حيكون عندهم معرضين لهذا الفيروس و للسرطان أكتر الستات اللي بيأخذوا مثلا لفترة طويلة أنواع من الأدوية المعينة اللي فيها نسبة هرمونات عالية فإحنا عنا ريسك فاكتور منسميهم هاي اللي موجودين اللي لازم نعمله شوية تحديث يناسب حياة صحية نوعا ما قبل ما أخذ أنا التطعيم وأقول أنا عملت اللي علي أو نصح والله دكتورة أنا أحس أني ما عطيت الموضوع بعد قدره لأننا ما نلتقي إن شاء الله في فرصة قريبة إن شاء الله إذا قدرنا أسبوع القادم بعد نسوي حلقة أخرى حول هذا الموضوع لأنه موضوع مهم جدا يجب على الناس أن يعونه وأيضاً نجيب حتى كذلك أطباء من اللي بيكلمون عن أهمية التطعيمات هذه فشكراً للدكتورة كلمة أخيرة تبغينا تختصرين في هذا الموضوع كامل وتوجهينا للجمهور ورجاءً يعني هذه كلمة موجهة من دائرة حكومية أكيد أنا بوجه الكلمة لكل أخط أو لكل بنت إنه أنا عندي جدول يلزمني للتطعيم عشان أتفاد أمور فعلاً خطيرة في المستقبل أنا طبعاً بمشي وراء هالتطعيم زائد إذا في أي فحوصات دورية للكشف المبكر عن أي أنا ما بحب أسمي على طول سرطان إحنا في عنا تغيرات معينة قبل ما نوصل لمرحلة متأخرة فالرجاء عن عدم الاستهانة في الموضوع لأنه الموضوع خطير وأكيد الأعداد بتزايد في حال إحنا إذا ما أخذنا أي إجراءات وقائية طيب شكراً لك دكتور الأما خالد تشاري أمراض النساء والأولاد وإذن ساشفة بي أيضاً مستمعين أنا عيد وأكرر أن دائماً إخواني وخواتي لا تأخذون المواضيع من السوشال ميديا خذوا خذوا المعلومات السليمة من مصادرها السليمة أنا أتوجه بالشكر كذلك لوزارة الصحة ووقاية المجتمع على هذه المبادرة الجميلة والحقيقة تصب في مكانها في حماية نسائنا حماية بناتنا من العديد من الأمراض والوقاية من الأمراض شكراً لكم مستمعين أتمنى الرسالة وصلت لكم شكراً لك أحمد سلامة كان معنا في التنسيق ناصر السليمي في الإخراج وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العري وإن شاء الله ما نفتح الموضوع مرة أخرى السبوع القادم بحاول قدر الإمكان أن السبوع القادم نشوف جدول الدكتورة لما ونعطي الموضوع يعني حقه أكثر حتى ذلك الوقت نشوفكم إن شاء الله على خير كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير شعب الإمارات العربية المتحدة إن شاء الله بأمن ورخاء وخوتنا دائماً مستمرة هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي ودمتم بصحة